هل هناك أي فرضيات أن الإرهاب يرجع مرة تانية؟ طبعاً، طبعاً، ما عليش إحنا دايماً الرؤية المصرية بتبقى بعيدة المدى الكلام ده بيجي مش بيجي من فراغ أو كلام أكاديمي أو كلام عطيفي، لا لا خالص الدول لا تقص بإمكانياتها ولكن تقص بتاريخها وممرت بيه من أحداث وكوارث وحروب ده اللي خلق نسيج الشخصية المصرية على كل المستويات اللي عندها قدرة عالية جداً على تأدير الموقف والعمل على سيناريوهات مستقبلية طيب، ما عليش نسأل نفسنا؟ إحنا مطار العريش، ميناء العريش، ده كان تطوير لصالح التنمية طيب ما إحنا استخدمناه في موقف صعب جداً غير متوقع وما عندناش عنه أي معلوم الموقف اللي حصل في غزة وإسرائيل طيب، أنا مش متخيل كان هيبقى موقف الدولة المصرية إيه؟ لو ما عندناش هذا التطوير الجوي والبحري لا، مصر يجب أن تقوم بدورها الإقليمي بحجمه مصر فإحنا دايماً الحمد لله عندنا رؤية مستقبلية بشكل كبير جداً وقدر عالية جداً على تأدير الموقف صحيح، يعني إحنا ممكن نعتبر أنه هو ده الضرورة لمنع تلك الاحتمالية إن الإرهاب يرجع مرة تانية لا، الإرهاب يرجع، هيرجع في ثانية لو إحنا غافلنا عن التنمية عشان كده أنا قلت لحضرتك في البداية أنا تسعين في المئة من شغلي هو المحور الأولاني وهو الاقتصاد والاقتصاد بكل روافده يعني بكل ما يتعلق بالاقتصاد وليه الاقتصاد؟ عشان الاقتصاد ده التوجه العام للدولة الاقتصاد في شمال سيناء بالذات عشان عدم عودة الإرهاب عشان أوفر فرص عمل أغير فكر المجتمع وليس شكل المجتمع فقط أغير أغير فكر المجتمع عوامل كثيرة جدا أرسي الاستقرار المجتمعي والهدوء النفسي بعد فترة إرهاب رهيبة لكن حقيقة لو ما عملناش ده أو لو غفلنا عن ده ودي مسئولية مباشرة للمحافظ لا الإرهاب هيعود سريعا وأنا بأؤكد لحضرتك مش هيعود ليه لأن شغف حتى المواطن البسيط مش صاحب المشروع الكبير لعدم عودة الإرهاب وفهمه للأمور لا بقى شكل كبير جدا